بعد ما بدأت المشكلة ويعني يوتيوب قفل غنية هم قفلوها شركة آي ميديا مكتوبة الآن دي احنا في الطريق تمام هي الشركة دي هي المنتجة يعني؟ هي اللي مسك شغل حسن تقريبا أو عمر حاجة من الاتنين فهم كلمونا عشان يتفاوضوا أن نحن نروح لهم فقلنا لهم أن نحن عندنا عشان بلاش شوشرة وتعالوا وتعالوا نحل الموضوع عشان هم فاكرين على السوشل ميديو قالين أنه أنتم عرضو عليكم شارفكم كم مليون جنيه هم عرضوا لأ هم عرضواsels قالوا اللي إنتوا عايزينوا خدوه بس نلم الموضوع نلم المشكلة نمه المشكلة لكن الكلام ده 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 الوقتي لحنا جانينا في الطريق كل ده ولمهرجان تتوقف وحنا جانينا في الطريق ونحن بدنا نزم بدنا نزم في أي حاجة غرافنا مهرجان ولا أي حاجة مش إحنا اللي قفلين يعني نحنا لو قفنا المهرجان كان أغنتنا كانت ضربت بقعاً. كنت أخدت الفلوس دي وخلاص. طب إزاي لأ؟ نحن سأعمل ليه برضا حتى لما ناخد فلوس. نحن مش شبك كلام ذا. طيب، أنتوا تعملوا أي دلوقتي؟ نحن بس يعني، عايزيني الأغناء بتاعتنا، نحن من نزم في أن الأغناء بتاعتنا تتمسح. نحن شبابي يعني حرام. نحن بقال، ولا معنا السوشال ميديا، ولا معنا سبونسور، نحن كل ده مجهود نحن. ففجأة واحدة نحن نقول يا هادي التقف، ونحن بجد والله العظيم، نحن لم نفنش في مراجانهم خالص، ولا نعرف أساساً.